موسيقى ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدين على الهواء مباشرة وفقرة مشاوقة عن الشعر والشعر الوطني بالتحديد الحقيقة كتابة الشعر دراسة والتخصص وأيضا موهبة لازم البناء أدم كمان يمارس كتابة الشعر علشان يثبت نفسه هيكون معنا النهاردة موهبة استطاعت على مدار الثمن سنوات الفاتت نها تثبت نفسها من خلال أشعار وديوان جميل تحت شعار المحروصة والغربان عنوان الحقيقة مشوقة هنعرف أسراره حالا دلوقتي ده عنوان أول ديوان أصدره هذا الشعر الجميل منذ شهور ولأستحسان الكثير من متابعي الشعر والشعر هيكون معنا النهاردة مشارفنا في الستوديو الشعر الأستاذ أحمد محمد أبو شنب صباح الخير ونهارك دايما سعيد صباح خير نهارك سعيد وأستغل هذه الفرصة في البرنامج الجميل الكريم وأهني أهل سيناء أهلي وشركاء الوطن بمناسبة عيد تحرير سيناء وأهني شركاءنا في الوطن بمناسبة عيد القيامة المجيد طبعا خلينا في البداية نتكلم على بدايتك لكتابة الشعر وإيه اللي خليك تفكر تكتب أشعر والله من حوالي ثمان سنين تقريبا حسيت أن ربنا سبحانه وتعالى بيفيد علي وبيتدفق بعض الشعر موهبة فطرية فلاقيت نفسي أن أنا بسجل الكلام اللي أنا بقوله ولم يبقى صاحبك الألم يروح منك الألم بالزلط فصاحبت الألم وبقيت أمشي دايما في جيبي ألم وورقة وأكتب في أي مكان في أي وقت لقيت ربنا سبحانه وتعالى بيفيد علي فابتدت أقرأ بعض الشيء في دواوين لمشهورين زي الخال عبد الرحمن الأطنودي صلاح الجهين أحمد فواد نجم كنت بختص بالذات الزجل العامي ولقيت نفسي فيه شوية اتكلمت حراك في البداية أول ما كلمنا على عياد تحرير سيناء وجهة تحية الحقيقة قبل الهواء كنا بنسمع من حضرتك شارع عن أهالي سيناء خلينا نسمعه مرة تانية نسمعه إن شاء الله سيناء يا أرض المحبة حبة 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 هنرمي فيك يا حبة هتطرح ورود يا حمي وطننا دايما على الحدود وحمي عيالك من عهد الجدود يا جنة المولى من قبل الوجود رغم الألم رغم المحن لازلت شبة يا أرض المحبة حبة 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 هنرمي فيك يا حبة هتطرح ورود يا أرض الأحبة ومهد الأديان يا معبر الأنبية وجنة الردوان الوادي المقدس وخيرة الوديان جرس في الكنيسة وأحلى صوت أدان تسلم رجالك يا مصنع الشجعان دايما في المعارك تطلعي غلبة يا أرض المحبة حبة 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 هنرمي فيك يا حبة هتطرح ورود المولى تجلى عليك بكرمه والقرآن بالتين والزيتون والآية كات برهان كلم موسى ربه فاهتزت عصادي فخرى موسى صعقى من خشية الرحمن والبركة في جبالك وخيرة الشطآن خيرنا في رمالك ورجالك الجدعان دا أنت أماننا وانت أماننا بكرة عشان وعشان عيالنا يا واحد الجدعان هنملاكي مزارع ونبنيكي مصانع وكنيسة جنب جامع وآن الأوان هتبقى بكرة أحلى وحتبقى أحلى وأحلى منور الفجربان يا زينة الأوطان الله عليك الله الحقيقة أتمنى أن كل الكلام الحركة حسيت بيه كتبت ويحصل بالفعل وأتمنى تتميلي سينا مصانع وديان مزروعة الحقيقة خلينا نقرب أكتر على الشعر الوطني وهو ده موضوعنا إيه اللي خلال حركة تركز على الشعر الوطني بالتحديد وهو يعني شعر مؤثر في نفس الوقت ألحد أنت حسيت أن الشعر الوطني ده زاد في الفترة اللي فاتت بعد أحداث الثورة زاد بالفعل وكان شعور تحس بيه في الميادين تحس بيه من الناس تحس رجع لانتماء تاني تحس أن بلدنا رجعت لنا حلو التعبير اللي أنت بتختاره أنا بحس أن أنت حتى لو أنت بتتكلم يعني بتقول أشعار هذا أنا قلت لها لقيتك حبيبتي وعيشة في كيانة اسمك ورسمك في رحشة إيدي أندي لينور شطي أماني غلي علي وضيّت عيني دقى في قلبي تلحن أغاني ونظّف يا روقي ودايما أبيّة أهاجر وأبعد ودايما تمني أقاسي وأقسى وانت تحني وارجع ولاقي حضك ضممني تبرك ترابك قلبك شايلني عشانك حياتي وروحي وفني واصهر للاتي بإسمك أغني إسلام ليهربك ويعيش لنيلك ويعيش لأمرك وشمس أصيلك ده لو على رمشي حمشي وجيلك ورد حتى شيء من جميلك الله عليه هي فعلا مصر عايشة بواني خلينا كلم على كتابة الشهر السيد أحمد من نسبالك أنت هل ما بتكتب قصيدة بتكتبها مرة واحدة ولا ممكن القصيدة تقعد معك على فترات يا نهاردة بكتب وشيل قلمي وارجع تاني بوكرة فتكر وأكتب حاجة جديدة وأجمع الكلام دي بعد كتابة بص عادتك لابد أي حاجة تشتغل عليها مش من أول لحظة تباهية دي النهاية لا لا لازم تشتغل عليها تدعمها تجودها تجودها تغنيها بعض الشيء عشان تطلع في السياق منتظم جميل كان طب كلمني أنا عارف أن لديك أشعار تنشرت في بعض الصحف القومية زي الأهرام والجمهورية والآخره وبعض مجلات المعنية بالأشعار وبالأدب كلمني على موضوع ده وكلمني على نشر القصيد بتاعتك في الجرائد القومية وهل ركست بس على موضوع القصيد الوطنية بس أو الأشعار الوطنية ولا لا لا أنا لدي بعض الحاجات تانية غير الوطنية ولكن أنا وطني بالفعل بحبها قوي ونزول الأشعار في الصحف القومية بيحقق ليك إيه؟ يعني أنا بتغيلي أن الشعر بيديلي دفع بيديلي دفع بيخليني أكتب كويس أكتب تاني وأحسن مما قبل بتحس بنبض اللي حواليك ونبض الشارع لما بتنزل الأشعار في الجرائد وبتسمع الناس بتعلق عليها؟ آه كلمني عن ده بقى آه يعني أحلى حاجة إنك تلاقي الفيت باك آه ردود فعل آه رد الفعل آه تحس بالناس تحس بيقولك مبروك حاجة جميلة قوي بتفرحك وكان وسام على صدرك أنا حسس بكلامك قوي حسس من خلال ابتسامتك ونظرة عينك بالفعل أن أنت حسس قوي بالشعر الوطن جداً بيديلي آه طب خلينا نسمع حاجة بقى كمان نسمع حاجة فيها أمل يا ريت وكلنا محتاجين الأمل ده الفترة اللي جاي بتقول اضحكي اضحكي وانسي الأمل اضحكي اضحكي وانسي الألم اضحكي ده الفرح جاي ازراعي بزور الأمل مدام النبض فيكي حي احلامي يمكن تلاقي بعد الضلمة شبه ضي عيشي حياتك قرقصي اطوي ليل الحزن طي عالي الصوت اللي تخنق أعلني حلمك عالملأ اوه يوم ينسرق أو تشوفيه يوم ينشنق ما تكتفيش يوم إيديكي قو من جديه من الغرق انت تبارك من خلق ما خلقش ليكي في الدنيا زي قو من هضي كفاية نوم اوه حتى تقولي اه قو من فضي كل الهموم وده يربك في الصلاة اندهي نبضك يقوم حس يوم بتعمل حياة امشي طريقك اتقدمي امشي طريقك اتقدمي مش هيعصى عليكي شي قوم بدوري قوم بدوري حب التقاوي تطرح امل امشي وراه زيد الامل حب الطموح لو حتى حلمك ضاع وتاه قرمي حملك في يوم عليه حيرزقك من فوق سماه حيملى ليلك ضي النجوم اطوي ليل الحزن طي يطلع نهارك من غير غيوم وتلتقي بفجرتاه هترجع ليك الروح في يوم وتلتقي بقارب نجاه يا ما قبلك شاف قلم مين سلم في الحياة قومي سكوديلو اشكريه ده احنا منا مولى سوار انا عجبني ان نظرة التفاقل والامل اللي موجودة دايما في اشعارك يعني جايز احنا محتاجينها جيلي جديد محتاجها عشان يحس ان اللي جاي دايما افضل من اللي راح وانا شايف نك مركز على ده بالفعل مظبوط مظبوط وبرده بانتقد بعض الشيء في شبابنا شوي زي ايه عاوزوا يقوم يشتغل شبابنا كسلان قوي عايزوا يتحرك عاوزوا يشرف بلده ولكن برضه الشباب عاوز حد ياخد بايده يصحيه قومه كتبت حاجة للشباب بالادب مش بالواقاح عشان عيالك غاوية راحة عشان معلمتهمش النصاحة فبقيت للغريب مباحة عشان عيالك صبها الجهل عشان شبابك أصبح كهل مشين الخطوة عالمه اللي عايزين يكلوها بالسهل لقيت فيك وفي الأهل ما انت مدتهمش مساحة عشان كده مستباحة عشان الفقر وظلم نظام وعشان ناس كلتها حرام جدل وكتر الكلام وعشان ما بقاش بيننا احترام قل الضمير وأهانت الكبير حتى الصغير علموا البجاحة عشان كده مستباحة وعشان كده ده جميل أنا مش عايزة أقطع كلامك ولكن جميل جدا أنك بتوصل رسالة من خلال الأشعار للشباب الفترة دي علشان يشتغلوا وينهضوا بمصرين الحبيب الحقيقة مش عايزة أقطع حوارك ولكن اختيار اسم الدوان وكان ملفت لها في النظر جدا قبل الهواء النهاردة المحروسة والغربان وهنتكلم على تصميم الغلاف ولكن خلينا نتكلم على العنوان العنوان فعلا كان لفترة لفترة حسيت أن مصر خطفت ثورة قامت وناس رجبت وهي اللي سائت بالرغم أنهم ما بيعرفوش سوء فحسيت أن مصر اتخطفت وكانوا كالغربان فعلا وده سبب اختيار اللفظ ده نتكلم على تصميم الغلاف تصميم الغلاف صممه رسام كاريكاتير جميل قوي اسمه نبيل صادق شرفت بالمشاركة معاه في التصميم في التصميم طيب يعني عايزة أسأل بما أنك شاعر وطني وتشعر بهذه المشاعر الجياشة زي ما بيقولوا كلمني على مشاركتك في مظاهرات 25 يناير و30 يونيو وهل شاركت بالفعل ونزلت ولا لا وده أثر عليك بالفعل ولا لا نزلت في 25 واسمعت الناس ونبض الشارع وكتبت من خلالهم كتير قوي حاجات جميلة قوي وتفعلت معاهم وتفعلت أكتر في 30 يونيو لأن 30 يونيو كانت الخروج من بعد العملية عملية عملتها فيها ألام واختبت ساعدتك ولقيت فيها اضطراب كبير قوي في هذه الفترة فخرجنا من هذه الكابوة اللي أنا بسميها سنة كبيسة كبيسة خلينا أكلم عن حماس الشباب ده شفته لما أنزلته وشاركت معهم ولا لا وشفت الصدق في عناهم علشان كده كده كنت محتاجي أن أنت تتوصلهم رسالة لهم يلا أنا لقوا أنت اشتركها ياريت الحماسة اللي كانت في 25 يناير والحماسة اللي كانت في 30 يونيوم تبقى هي النبضة اللي تقوم بهذه البلد اللي تستحق منا الكثير من خلال مشاركتك في أحداث الثورة وشفت زي ما بتقول نبض الشباب وحماسهم تقدر تأكد لي أن ده ساعدك كتير جدا في كتابة الشعر الوطني ولا الموضوع كان سابع من قبل الثورة لا 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 ده تتطور كتير ده أنا كنت يعني تقدر تقول بكتب خواطر إنما بعد الثورة أنا كتبت فعلا قصاء فجرت حاجات كتير فجرت أحسيس وفجرت لقيتني بحبها فعلا قوي طب تقولي حاجة من الحاجات اللي انت كتبتها عن حب مصر حاضر بتسألوني ليه بحب مصر ليه ومصر يعني ايه مصر يعني وطن بدين بالفضل ليه جوه مني عايش مش بعيش عليه مصر هي عمري وحلم حلمت بيه مصر يعني نيلها ويعني أصلها وطن بحية بيه مصر يعني عشرة وناس طيبين وقلوب بتحن ليه مصر دي فرحك لما تكون حزين بترجع إليه ووطنك لما يحزن مش تبكي عليه مصر إيه وإيه وإيه مصر يعني ناسها دايما رفع رصها ورجالها رفع فسها واختها حمسها وقلوبها طيبين ومصر مهما تأسى عيالها صابرين على أسوة السرين وطن عشنا ليه مصر يعني أبويا أبويا اللي مات وفتل الزكريات يا ما حكالي عنها أحلى الحكايات سومة ونجاة وحلوة القهار وطاها ونجيب ودفى الحراط وشوقي ورامي وأحلى الأغنيات زويل ويعقوب وكل الإنجازات هي حلمي وأملي أملي للممات بتسألوني ليه بحب مصر ليه مصر يعني لها وخيرها عجة ميا مصر أحلى صحبة في جو يكون بديع مصر دي أحلى وردة فهي دي الربيع والمصر بطبع وشاري إزاي في يوم يبيع ومصرنا أبيع وشعب ووطن مين يقدر عليه ولسه بتسألوني بحب مصر ليه مصر هي أمي دايما شايلة همي منخفها علي بأنها تسمي قومي يا مصر ضمي أيالك والإمي خالي ويا عمي وكل اللي حبك دانت الوطن بنخاف عليه مصر مدرسينها والسماحة دينها مصر مهندسينها مبنيها تزينها فيها أطبة إزاي تستغنى عنها جرس في الكنيسة وياقل صوت أدنها مصر في القلوب وبين الشعوب ما كانها ولسه بتسألوني بحب مصر ليه مصر دي الشهامة مصر دي الشهامة ودايما تمدي إيد مصر دي علامة وفرحة في كل عيد مصر يعني دم بيجري في الوريد كرم وكرامة لسايح من بعيد يعيش كأنه منها ويرجع منها سعيد ولسه بتسألوني بحب مصر ليه مصر يعني قلب وتسعين مليون حبيب مصر هي الدوة فيها مليون طبيب مصر جبنلها كل الجراح تطيب ما تحس يوم بغربة كأنك منها قريب غريب ولو تغيب يسألوا عليه ولسه بتسألوني بحب مصر ليه أكيد عرفنا كلنا ليه بنحب مصر ليه الشاعر أحمد محمد دي مش أنا بحييك مرة تاني على وجودك معنا نهارده وبشكرك وأكيد هيكل لنا لقاءات لقاءات ودواوين أخرى جميلة عن حب مصر شكرا أعجودك معنا أنا متشكر جدا وساعدت جدا بلقاء حضرتك شكرا جزيلا مشاهدينا زي ما قال أستاذ أحمد بنحب مصر ليه هي بالفعل دم بيجري في عرؤنا هنكمل معكم فقراتنا تابعونا ولكن بعد شكرا جزيلا